بسم الله وصلاة والسلام على سيدنا محمد إن شاء الله راح نتكلم في هذا المقطع عن سنة السواك ولها عدة أوقات يتسوق فيها المسلم في اليوم والليلة قال صلى الله عليه وسلم لو لا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم مجموع ما يتسوق به المسلم في يومه وليلة لا يقل عن عشرين مرة فهو يتسوق لصلاوات الخامس ولسنن الرواتب ولصلاة الضحى والوتر عند دخول البيت أيضا لأن أول ما يبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول له البيت هو السواك كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم فكلما دخلت البيت نبدأ بالسواك حتى تصيب السنة وعند قراءة القرآن أيضا وعنده تغيير رائحة الفم وعنده الاستيقاف من النوم وعنده الوضوء وقد قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضات للرب وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ثمن التطبيق هذه السنة رضاء الرب سبحانه وتعالى على العبد أثنان مطهرة للفم والله أعلم سبحانه وتعالى على العبد سبحانه وتعالى على العبد